رجعنا لكم مشاهدينا من بعض الفاصل لحتى نكفي معكم حلقتنا من برنامج كل يوم بيومه وفقرة انترفيو رح نكون اليوم مع عبلة الحي مسؤولة الاعلام والادارية باخوية شباب عطول للجامعيين ببلدة صدد اهلا وسهلا فيك عبلة نورة الاستوديو يعطيك العافية جورج بتشكلك على الاستضافة الحلوة ومبروك افتتاح الاستوديو بأبرشيد حلب شكرا كتير وأكيد اليوم نحن نحاورك بنهاية فصل الصيف تخبريني اخوية شباب عطول للجامعيين كيف كان مع موسم الصيف شو ابرز النشاطات الي عملتوها بعد انتهاءنا من الفعالية الكبيرة الضخمة الي قامت فيها اخوية الجامعين بصدد شباب عطول يلي هي فعالية صدد الفرح يلي اقيمت بعيد القيامة اخذت هيك الاخوية فترة استراحة بعد هذا العمل الكبير يلي اخذ مننا اشهر احنا عم نجهز له لنعمر شي بضيعتنا صدد اقتصرت اجتماعات على اقتصرت اعمالنا على الاجتماعات الدورية اللي بتقوم فيها الاخوية بسبب ارتزام الفئات الشبابية بفحوص الجامعات فكانت هي اعمالنا الصيفية وبعدها توجهنا لعمل خاص بالاطفال والي هو النادي الصيفي نادي الصيفي اكيد يعطيكم عافية على الجهودكم النادي الصيفي بصدد دائما مميز باعداده بفئاته العمرية فتخبرينينا هالسنة شو هي الفئات العمرية كانت موجودة واكيد كمان الاعداد هلا بحب اكد لك يا جورج انه النادي الصيفي هو ليس خاص بس بشباب عطول انما بيضم جميع الاشخاص يلي هن بيخدموا بمراكس تربيدينية او بالكشافات او حتى لو هن ما نمنتميني هاي المجموعات بس بيحبوا يخدموا بكلمة ربنة اليوم شباب عطول بكافة الاعمال الضخمة اللي بتقوم فيها لمغارة الميلادية او النادي الصيفي او عيد القيامة دائما بتحب توضيح انه اليوم صدد هي قائمة بشبابه يلي بغض النظر عن تسمياتهم اللي هن منتميني لأي مكان بس الشيء اللي بيجمعنا هو محبة صدد فوقت بيكون في عمل بتتظهر فيه صدد بأحلى صورة فهون الشباب كله بتتكاتف لتنتج عمل يليق بيها اذا بنرجع شباي للسؤال اللي استألتني على اعداد النادي الصيفي وشو الفئات اللي بتضمها النادي الصيفي بيضم الاطفال من عمر الخمسة سنوات حتى الصف العاشر الاعداد اللي كانت هاي السنة هي اعداد الرابط الاربعمائة وثلاثين طفل كانوا موجودين معنا اضافة للشباب والصبايا وستين خادم اكيد عبلا يعطيكم الف عافية وحابين كمان نعرف من خلالك شو هو البرنامج النادي الصيفي يعني شو هي نشاطات اللي بتقوموا فيها مع الاطفال واتيجوا لعندكم بفترة الصيف شو اهم النشاطات والفعاليات اللي بتكون مع الاطفال هلا كل سنة النادي الصيفي بيحمل عنوان بميزه عن السنوات الابلة هاي السنة كان عنواننا فيك تكون قديس يلي هو مأخوذ من الاية كونوا قديسين لان انا قدوس البرنامج هلا فيه اشياء ثابتة عنا ببرنامج النادي الصيفي فيه شي بخاص بالتنشئ الروحية من خلال الكتاب المقدس من خلال الايات اللي بياخدوها من خلال اللغة السريانية اللي هي اكيد حاضرة عنا بالنادي الصيفي نحن دائما بنشتغل لانو الولد ضل محافظ على هاي اللغة اللي هي لغتنا فيه اشياء تانية اذا فينا اسمه لتتمح حاور المحور اول اللي هو الشيء الديني اللي متل ما ذكرنا من خلال الايات من خلال اللغة السريانية من خلال الكتاب المقدس الشق الدعم النفسي الخاص بالاطفال من خلال الانشطة اللي هي بتحمل اكتر اشياء نفسية نقدر نحن نحافظ على الصحة النفسية للطفل من خلال نشاطات مخصصة حتى هي موجهة للطفل بهدف معين الشق التالت هو الشق الترفيهي اللي نحن منقوم بنشاطات خاصة بالاطفال هي نشاطات خارجية من خلال طلعاتهم على المسبح من خلال الالعاب اليومية اللي هي موجودة بالنادي الصيفي اضافة لا اشياء جديدة كانت عندنا اللي هي مسرح العرائس كان عندنا مسرح عرائس نحن كنا دائما نحاول ناخد قضية بتخص الاطفال هني عم بيعانوا منا مثلا ع سبيل مثال التنمر فكنا نوضح هذه الفكرة بشي بناسب العقل الطفل فكنا نتوجه لكل فئة بشي بناسب عقلهم يعني الاطفال كنا عن طريق مسرح العرائس والكبار عن طريق حكواتي كمان كنا نوجه كنا هاي السنة بالفئات الكبار ضوينا على فكرة كتير حلوة انه هني يتعرفوا ععادات الضيعة هاي الشغلة ما اشتغلنا عليها بس من خلال الحكواتي انما اشتغلنا فيها عن طريق السوشيال ميديا عملنا كل يوم معلومة بتحكي عن تاريخ صدد اخذناها من كتب صدية حكيتنا عن اجدادنا كيف كانوا يعيشوا من خلال عاداته التقاليد من خلال التقوص او حتى من خلال الاكلات التراثية التي كنا نقوم فيها فنحنا اشتغلنا على هذا المنحة من خلال شغلتين يعني هو السوشيال ميديا اللي توصل لعالم اكبر وتاني شيء من خلال الحكواتي اللي توصل للفئات الشبابية فهذا الشيء كان له اثر كتير كبير لانه الولد عم بياخد المعلومة يحفظها ومن ثم عم بيطلع ليوجهها عن طريق السوشيال ميديا للباقي العالم فكانت عم بيتعلق براسه وعم بيرجع هو يبحث عن معلومات اكتر بهذا الشيء هاي الشيء كان مميز اكتر هاي السنب النادي الصيفي اضافة لبايا النشاطات اللي احنا حكينا عنه يعني تكون الف عافيب لو تخبرنا كمان ادي هي مدة النادي الصيفي خلال فصل الصيف وكيف بيكون ختام النادي الصيفي مدة النادي هي شهر ونص بتزيد اوتون قصمي خلال تحديد الحفل الختامي بالحفل الختامي بيتم عرض فقرات بيكون دربوا عليه اطفال النادي خلال الفترة النادية اللي هي مستمرة بتل ما ذكرنا بتختلف الفقرات من الفئات الكبيرة للصغيرة الفئات الصغيرة بتكون مقدمة رقصات هي بتعكس شخصيتهم الفئات الكبيرة هي تكون موجهة أكثر لتبعث الرسائل بتكون فيها كلمة ربنا واضحة بيتكلل هذا الحفل بحضور رعي أبرشيدنا سيدنا المطران تيماثاوس متى الخوري يلي منواجه له تحية من خلال قناتكم ومننهي الحفل عفوان بصلاة على أمل أن نحن نلتقي السنة الجاي برسالة وهدفتان يعطيكم عافية اخت عبلة على جهودكم النادي الصيفي ننتقل معك لمحور آخر بخص الشبيبة تحديداً والأخوية فاليوم أكيد عادتكم مخيم الصيفي حابين نعرف مين رح تكون وجهتكم وقامت المخيم كيف تحديد رات لألوم هلأ تعرف دائماً بنهاية فصل الصيفي مخيم هو بيكون تتويج لعمل سنة كاملة للشبيبة نحن كرسنة منقوم في بيلول بفترة 18-21 طبعاً نختلف كل السنة عن المنطقة التي نعمل فيها بالتخيمة هذه السنة سيكون مخيمنا بعين الباردة الذي هو حامل عنوان ماذا يتوقع الله مني الذي هو تحت آية ها أنا معكم إلى انقضاء الدهر برأيك عبلة ما أهمية المخيم الصيفي شو الفائدة التي يحملها المخيم خاصة للشبيبة؟ فائدة وأهمية المخيم الصيفي أول شيء أن تجمع الشبيبة مع بعض خمس أيام هذا الشيء يقربون أكثر من بعض يقربون وجهات النظر نحن على مستوى الاجتماعات نلتاقى مرة بالأسبوع إنما المخيم نتواجد خمس أيام مع بعض ممكن يكون هناك نقاشات نحن لم نفتحها ضمن الاجتماع الأسبوعي المخيم يفتح لنا أكثر مجالات إضافة للمخيمات أنا أشعر أنها تعمل علاقات مجتمعية بين الشبيبة يعني هناك أشخاص يتعرفون مع بعض لأول مرة بالمخيم فعن يصير في علاقات مجتمعية حتى يكون له مدى أكبر يعني هذه الرفقة عم تستمر لسنوات وسنوات شغلي الثاني أنا بحس المخيم حلو أهميته كمان من المحور يحمله يعني نحن هذه السنة عم يحمل المحور هو عم يحكي عن المبدأ والقيم والأخلاق خاصة نحن بلدنا السعب حالة حرب قد نحن نتخلع عن قيم ومبادئ بهذه الظروف وشو الاختلاف بين هاي ثلاث مبادئ فاليوم قد نكون متواجدين مع بعض هذا المحور عم بيعطي انطباع أكبر عم بيعطي مجال أوسع يعني لأنه المدى الموجودين فيه معه أكبر من أيام الاجتماعات الأسبوعية فهذا الشير بحس أنه إله أهميته للمخيم إضافة أنه هيك بحسوا الشبيبة أنه بعد عمل شاق الكنيسة هيك عم تكون موجودة معهم بظل هذه الظروف الصعبة عم بيطلعوا مخيم وعم بيلتقوا مع بعض لمدار أكبر يعني مثل ما بتعرفي عبلا بهالأيام السيق السيريا هو موجود بمعرض سيدنايا لقاء الشباب السرياني السوري اليوم أخويتكم بهالسيق الحالي هالمشاركة وكيف مشاركتكم بتكون بالعادة بهاللقاء؟ نحن مشاركين بلقاء الشبيبة السرياني السيق عن طريق الصبيتين طالعين مننا هذه السنة نحن نشارك كل سنة من خلال الأعداد التي تبعتنا إياها الأشخاص المنظمين لللقاء فنسمح أنه يطلع عنا شخصين فنحن كل سنة نشارك بهالسيق الشخصين ونحن كثيرا نكون فخورين أنه نشارك بهاللقاء لأنه هو كثير شي مهم للشبيبة والشباب أن يتواجدوا مع بعض وأكيد كمان عبلة في أهداف يعني اليوم الشبيبة وأتعب تشارك باللقاء العام للشباب السرياني السوري وخاصة بالسوريا اللي هي اليوم متعبة فبرأيك اليوم هاللقاء شو بيضيف لحياة الشباب المشاركين وخاصة اليوم بإعادة ارتباطهم بكنيستهم بلغتهم السريانية بتقوص الكنيسة فبرأيك اليوم أهمية اللقاء بحياة الشباب؟ جورج أنا أحس أهمية اللقاء السيك هو أول شيء أنه يضم شباب يضم اليوم 250 شباب الصبية هذا لحاله هو هدف كثير كبير جمعة هك شباب يخلي فيه تبادل خبرات يتم فيه تبادل مهارات من خلال جلسات الحوارية اللي عمتم بيناتن أو حلقات العمل الكبيرة اللي عمتم هذا الشيء الحلو فيه أنه يصير فيه تبادل خبرات تقلبها الأبرشيات يعني اليوم أنا متواجد مع أبرشية على سبيل المثال حلب فعن يكون فيه فكرة هنا ممكن تقدر أنا أطبئها بالمكان أنا عم بخدم فيه هذا الشيء كثير حلو أنا أحس أن أهمية السيك هي شئين أن أول شيء عم تقدم خدمة مجتمعية أنه هي عم تضم شباب عم يتبادل خبرات عم يتبادل أحاديث عم يصير بينات وعلاقات كثير كبيرة حتى تعرف شو أنه يتنائل تراث يعني عم يتنائل عادات وتقاليد لأنه أنا للأسف لم أسمحتي الفرصة أني تواجد باللقاء الشبيبة بس ما نرى على السوشال ميديا عم يتم فيه عرض عادات وتقاليد لمجتمعات فأدي حلو أهل الجزيرة يشوفوا عادات حمص أدي حلو أهل حمص يشوفوا عادات الجزيرة أو الشام يشوفوا عادات حلب أو حلب يشوف عادات الشام فعم يتم هذا التبادل التراثي خليني أقول إضافة للشئ الروحي هلأ اليوم التواجد الشبيبة بالسيك هو كثير مهم إضافة للقاء مع قداسة سيدنا البترك إضافة للأحبار الأجلاء اللي يكونوا متواجدين باللقاء هذا الشيء كثير مهم لأنه عم يكون فيه كثير تساؤلات للشباب خارج إطار السيك على مدار السنة فاليوم يتواجدوا مع قداسة سيدنا والأحبار الأجلاء هذا يعطيهم مجال للتجاوب على هذه الأسئلة اليوم نحنا الشباب تعرف عايشين بالدوامة كثير كبيرة فعم يأخذوا هذه الزوادة الروحية من قداسة سيدنا البترك والمطارين إضافة أنه هن الشباب عم يعيشوا الأسرار المقدسة هذا الشيء كثير حلو من خلال مثلا سر الاعتراف لأنه أنا أعرف أنه يصير اعتراف ضمن أيام السيك فهنا عم يعيشوا هذا السر حتى كمان المكان اللي يتواجد فيه اللقاء عم يكون هو عم بيسمح لهم أن يعيشوا الحياة التأملية الحياة الروحية لأنه فعلا نحنا بحاجتها بظل هذه الدوامة نحنا عايشينها ديرمار فرام هو راحة روحية لكل الشباب كلياتنا اليوم أيام نحنا نتواجد فيه نعيش الحياة الروحية اللي هن موجودين فيه حتى التأمل اللي هن بيعيشوا بالسيك هذا الشي كتير حلو عم يتواجدوا الشباب أكتر وأقرب لالله من الأيام الباقية نحنا عم نكون موجودين فيه بحياتنا المجتمعيين أكيد عبلا يعني أيام حلوة يعني أكيد الشبيبة بهالأيام عم بياخدوا الزوادي حلوة روحية ومتل ما ذكرتي اليوم عم بكونوا بحالة اجتماعية حلوة هالمحافظات كلها سوا مجتمعين ننتقل معك لمحور آخر أكيد نحن اليوم بكل مشروع بكل عمل فيه تحديات وظروف صعبة اليوم أخوية شباب عطول للجامعين بصدد شو هي أبرز تحدياتها؟ بعيدا مع أمور اللوجستية والأمور الأخرى يعني ممكن تواجه أي مركز تربدينا أو أي أخوية مو بس شباب عطول الشيء التحديات والصعوبات نحن عم نعيشها هي سفر رفاءتنا اللي موجودين معنا بالأخوية طبعا بيظل الظروف اللي عم نعيشها عم بهذا الشيء عم بيفتح مجالات أنه رفاءتنا أكتر يسافروا برسوريا عم يكون عنا حزن أكيد وزعل أنه نحن عم نفقدهم عم يكون مكانا واضح بالأخوية وخوصا أنه هن كانوا أكيد أشغال صفع عالين من خلال مجالاتهم حياتي اللي كانوا يشتغل فيها بس الرجاء الأكبر اللي عم يكون عنا والفرح الأعظم أنه نحن عم نشوفهم فعالين بمجتمعات هني عم يروحوا عليها إذا دلشي هذا بيدل على أنه البذري اللي نحزر عناها في يون لساتها موجودة وعم تكبر يوم عن يوم معهم بالمجتمع هني عاشين فيه أكيد نحن اشتقنا لهم كثير ومن خلال قناتكم منقلهم أنه هكي الله يوفقهم بالحياة اللي هني موجودين فيها وعا أمل أنه نحن نرجع نتلاقها بصدد مرة تانية إن شاء الله وفي كل مكان إن كان في الصدد وإن كان في المدن وإن كان خارج السوريا نرى اليوم الإنشغالات للشباب كثيرة واليوم عناصر التسلية والترفيه صارت كثير واسعة اليوم أنت تعني بالعمل مع الشباب وبأخوية شبابية برأيك كيف ممكن الشباب كونوا لسا عقاربين من الكنيسة وملتزمين بأخويات الشباب يعني مع كل هالظروف والمشاكل والمسليات والسوشيال ميديا كيف ممكن لسا نشوف شب ملتزم بكنيسته بأخويات الكنيسة هلأ أنا بحس اليوم لنقوي روابط الشبيبة بالكنيسة لازم الكنيسة تتوجه أكثر للإشياء بتخص المعاناة الشباب يعني يوم إذا نحن نفكر إنه الشباب شو عم بيعيشوا وعم بيعيشوا مثلا واقع إنه قلت تأمين فرص العمل هلأ ما عم بقول إنه نحن نهيئ فرص عمل هلأ إن إذا تواجدت اليوم الكنيسة ما عم متأثر وقت عم يكون في مشاريع عم تتوجهة للشبيبة بس إذا ما توافرت بالعدد الكبير فنحن خلينا ننتقل الشيء الثاني هو تنمية مهارات الشباب تنمية قدراتهم هذا الشيء يتم من خلال شو؟ من خلال عمل دورات موجهة أكتر لسوق العمل واتطور عند الشاب هذا الشيء نحن هذا الشيء اللي عم نشتغل فيه هلأ نحن عنا لقدام إذا الله راد دورات عم نقوم فيها أكتر بتوجه الشباب للدخول بسوق العمل هلأ هي ما رح تكون موجهة لشباب عطول هي رح تكون موجهة لكافة الشباب بالمجتمع الصدي هذا الشيء عم بيساعدهم يطوروا هذه المهارات عم بيطوروا السيفي العملي اللي هو عندهم ومن خلال تطوير السيفي العمل فهذا عم بيأملهم فرص أكتر بحس أنه هيك يعني أنه الكنيسة تتوجه أكتر لشيء بخص الشباب قضاياهم أمورهم مشاكلهم وتكون أقرب إلهم يعني ما نكون شوية بعادة عنهم نكون قريبين إلهم هذا الشيء وقت بيحس أنه الشب كنيسته حده وهو عم بيعمل شيء مؤثر فيها فهذا الشيء بيأوي روابط الشبيبة بكنيسته تمام عبلا بعد ما حكينا عن أخويتكن بفصل الصيف وعن النادي الصيفي وعن تجهيزاتكن للمخيم أكيد كمان في تحضيرات وآمال وتموحات كمان للشتاء فاليوم شو تحضيراتكن للفصل الجديد؟ تحضيراتنا للفصل الشتاء هي الاستمرار باجتماعاتنا الدورية يلي هي تقام كل أسبوع يوم الجمعة كمان أنه نحنا نقوم بمواضيع جديدة استضافة محاضرين جداد يقدموا خبرة كتير كبيرة لأخويتنا إضافة لموسم الكريسماس الذي نحن نقوم فيه بالميلاد هذه السنة لدينا أفكار جديدة وراح يكون أكيد إن شاء الله يعني إذا ربنا رات يكون عمال يليق ببردتنا الصداد الذي نحنا هدفنا الأساسي هي أكيد عبلا دايما ناطرين كل شي حلو منكم وبختام حوارنا معك وكلمتك الأخيرة شو بتحبي تقولي؟ بنهاية لقاء اليوم معك جورج بحب أنهي بعبارة هي لأم تيريز بتقول أعمل أشياء صغيرة بمحبة عظيمة دائما منصلي إنه تبقى محبتنا العظيمة لبردتنا الصداد موجودة بقلوبنا من خلال هذا الجسد من خلال أعمالنا الصغيرة اللي نحنا منقوم فيها بتشكرك على استضافتك إلي اليوم بستيديو حلب هذا فخر كتير كبير إلي أني تواجد معكم اليوم وبتشكركم على كافة تلبيتكم لكافة الدعوات التي نحن نوجهها لكم وعلى أمل إنه نحن نتلقى بمواضيع تانية ونحن بدورنا عبلا نتشكرك على وجودك معنا كل أعضاء شباب عطول بصدد تسلم جورج كرا إليك وتودي ساجع كل شيء مشاهدينا مع عبلا الحي الإدارية ومسؤولة الإعلام بأخوية شباب عطول الجامعيين بصدد ونكون وصلنا لختام فقرة إنترفيو لليوم ولكن حلقتنا كل يوم بيومه مستمرة من بعض الفاصل